وفي معرض دفاعه عن موقف الحكومة حيال ملف الإعفاءات الطبية جادل رئيس الوزراء بشر الخصاوني بأن نصف الإعفاءات التي اقتربت من خمسة آلاف تذهب إلى أشخاص مشمولين بتأمينات صحية مدنية وعسكرية وأوضح أن الحكومة اتفقت مع رئاسة مجلس النواب والمكتب التنفيذي على آلية الإعفاءات الطبية ومن يستحقها وأثار موضوع الإعفاءات الطبية جادلاً نيابياً الفترة الأخيرة بعد تقليص الحكومة لأعداد الإعفاءات الممنوحة للمواطنين من خلال النواب وحول نظام الصندوق دعم الطالب أعلن الخصاوني تخصيص 12 مليون وخمسمائة ألف دينار إضافية هذا العام منتقداً ما توسم به الحكومة بأنها تضيق على المواطن قضايا مرتبطة بالمعالجات الطبية المفتوحة بنقدر نحكي فيه ألف إعفاء نصهم ليس لديهم اشتراط ولا أساس قانوني ونصهم يذهبوا إلى ناس مغطيين تغطية وتأمين صحي مدني وتأمين صحي عسكري ونصهم لأنه بدها خدمات فندقة لأنه مش عاجب لي مستشفى الجامعة بدي أروه على المدينة الطبية والخدمات الطبية الملكية هذا خرجنا فيه من إطار العفاءات الطبية إلى إطار ثاني أنا أبنفسي عن أني أقعد أسميه وأطلق عليه أوصاف